تتفنن ظهور رمجدوب ابنة خميس مليانة بولاية عين الدفلة بأناملها في خياطة أبها الألبسة التقليدية ببيتها الذي اتخذته ورشة خاصة بها تصف في صناعة الألبسة التقليدية وطرز على القومش وهذه الحرفة برتها من الأم ديالي هي خياطة وهي برتها من جدي شاهيد الله يرحمه كان خياطة المجاهدين في وقت الثورة ربي يرحمه وذكر هذه الحرفة برتها على الإيمان البداية كانت بخياطة الإعلام الوطنية لتتطور إلى ورشة لتجهيز مستزمات العروس محافظة في ذلك على عادات وتقاليد المنطقة فأصبحت ورشة ظهور قبلة للعرائس والمتربسات الراغبات في تعلم الحرفة وراء نعلم فيها في الأجيال القادمة نعلم فيهم التباقي يتكون من الحنة من الشمع من المراية من اللي نرفطوا بهم الحنة ذو كل ربيطات الصغار والتباقتها الحنة والتعاصل اللي يرونوا فيها الحنة نديرهم الاكسسوار اللي يخصهم من زيد لهم الكابيل قفطان كاراكو يعني واش تحتاج العروس المتزمات عندنا كين هي أنامل جزائرية خالصة تحرص على المحافظة على هذا الارتل أصيل ساعية إلى تطويره وتسليمه للأجيال القادمة